انتقل بيكم سريعا الى العالمين بنتبع معاكم مهرجان العالم عالمين شيء جميل جدا شيء جميل جدا وإقبال متزايد ويتزايد يوم بعد يوم في العالمين على هذا المهرجان المستمر لغاية آخر أغسطس 45 يوم خلينا نشوف هذا التقرير حول آراء الناس عن مهرجان العالمين نرجع لحظاتكم تاني الفعاليات شيء يعني مطلوبة في جدم السياحة شيء جيد وأتوقع أن خلال الثلاثة السنوات القادمة إن شاء الله حيكون هناك طفرة في الساحل الاستثمار في مصر خاصة العقار وأنا الناس من الناس اللي أحب الاستثمار في العقار طبعا العقار السياحي ما شاء الله تبارك الله مقارنة بربا وبأمريكا الاستثمار هنا في المدينة الجو حلو الجو يساعد الأمور تغيرت التطور تغير الماركات وصلت هنا المطاعم والماركات الفنادق هذه يعني يجذب السياحة بالنسبة للأجانب أختيار الفانين طبعا حاجة موفقة جدا لأن هما بيكي ستورز فده برضو بيأتراكت جدا السياحة لمصر ودي حاجة طبعا إحنا محتاجينها لوقتي بقد إيجو وهيستمتع قوي وقد السومر فيبس جميلة حاجة جميلة جدا حاجة تشرف فعلا أنا كنت هنا من سنتين بالزبط ما كانش فيه حاجة حاجة دي كلها أنا جيت حاستي أن جيت بلغ جهيزة خالص مش هكون ببلغ لو قلت إحنا كده بمضاهي دبي الفايبس أصلا بتاع العالمين كله يجنن فيه كل الانترتينمنت أنه ممكن تلاقيها يعني كبار هيعرفوا يستمتعوا صغيرين استمتع رهيب شايفها اهتمام ونضافها وصراحة بصراحة شابو أول مرة أجي بصراحة يعني مرتاحة رتيحة فظيع يعني كل يوم باجي يعني أنا بقى لي أسبوع في الساحل كل يوم باجي ألاقي نفسي جاية الوحدي هنا مرة هنا مرة كده يعني بصراحة مبسوطة جدا